وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة نضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كريم رحب بك وضعنا في الجديد لديك والآن انطلق ماراثن الدراجات في مهرجان العالمين الجديدة حدثنا عن المزيد نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهد بالفعل منذ دقائق بدأ ماراثن الدراجات هنا في مدينة العالمين الجديدة نتحدث عن ألف دراجة تحركوا على ثلاثة أفواج بعدد كبير من الشباب والفئات العمرية المختلفة شاركوا في المهرجان ربما الصورة دائما تتحدث عن نفسها أفضل من أن أشرحها هذه هي يعني الدراجات التي وصلت إلى المنطقة الترفيهية بمدينة العالمين الجديدة نتحدث عن عشرات الدراجات ومئات الدراجات تحركوا على دفعات وهذه المنطقة التي أقف أنا فيها الآن هي منطقة نهاية الماراثن الخاص بالدراجات بالطبع يعني يأتي فكرة هذه الدراجات أو هذا الماراثن بشكل عام ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسختي الثانية للتأكيد على أهمية أن الرياضة للجميع ولكن من أهم الرياضات هي بالطبع ركوب الدراجات خاصة لأنها يعني تجوز لي جميع الفئات العمرية تجوز لي الرجال تجوز للسيدات للأطفال للشباب كل من يشارك في هذه يعني اللعبة أو هذه الرياضة بشكل عام يعني دائما ما يعني يسعى للوصول لعدد من الأماكن المختلفة وتحديدا هناك بعض الدراجات أو بعض اللاعبين الذين يسعون الوصول للأولمبيات وبالطبع يقود هذا الماراثن ما يقرب من خمسين لاعب من دراجات المنتخب أو خمسين لاعب من منتخب الدراجات بالطبع يقود هذا الماراثن كان بحضور وزير الشباب والرياضة وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات رياضية متنوعة بدأت منذ يعني دقائق ونحن في الانتظار وصول باقي الوفود الخاصة بالدراجات بالطبع هذا الماراثن الخاص بالدراجات ضمن فعاليات أخرى فنحن الآن في المنطقة الترفيهية فعلى الناحية الأخرى على يساري هنا ملاعب كرة القدم وملاعب كرة السلة ونحن في انتظار أيضا دوري خاص في نهاية هذا الأسبوع لكرة القدم وأيضا كأس العالم بشكل عام لكرة اليد سيتم الإعلان عن قرعة كأس العالم لكرة اليد هنا من المنطقة الترفيهية في مدينة العالمين الجديدة وهو ما يؤكد أن مدينة العالمين الجديدة أصبحت الآن مكان رئيسي لاستعراض الفعاليات الرياضية بشكل عام المحلية والدولية والعالمية لأن كأس العالم لكرة اليد سيتم اختيار القرعة هنا من المنطقة الترفيهية بعد انتهاء مارثون الدرجات بالطبع هذه الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة لا تقتصر على الفعاليات الرياضية فقط فنحن نتحدث أيضا عن فعاليات ثقافية وترفيهية في نفس هذا المكان الفعاليات الثقافية نجد فرق الفنون الشعبية ونجد السرق القومي تقريبا يوميا يقومون بالعروض المختلفة والمتنوعة بجانبها المسرح الخاص بالمسرحيات التي أيضا يتم عرضها في نهاية كل أسبوع وبالطبع الجميع في انتظار الحفل الغنائي بالفرقة كايروكية التي سيكون في نهاية هذا الأسبوع في منطقة اليوارين نحن الآن في انتظار كما ذكرنا نهاية هذا المارثون وهنا عند نقطة النهاية في انتظار وصول باقي اللاعبين زميلي كريم بيبرس كنت معنا مباشرة من العالمين الجديدة شكرا جزيلا لك